لماذا ألغت بريطانيا الأردن من إذن السفر الإلكتروني لـ ETA وأبقت على دول الخليج؟ بهذا القرار عاد المواطن الأردني إلى دوامة الانتظار الطويل في طوابير طلب الفيزا البريطانية 144 ألف حامل جواز السفر الأردني استفاد من إذن السفر الإلكتروني ETA لكن بريطانيا ألغت هذا القرار لماذا؟ لأن الكثيرين طلبوا اللجوء في أيرلندا ونسقت بريطانيا مع أيرلندا لوقف هذه الميزة بعض الشباب الأردني استغل هذه الميزة وأصبح يعمل دون تأشيرة عمل في بريطانيا والبعض الآخر ذهب إلى دابلن وطلب اللجوء الإنساني هناك في جمهورية أيرلندا وكنت قد تحدث في فيديو سابق عن موجة الأردنيين التي وصلت إلى جمهورية أيرلندا وأصبح بعض الشباب ينامون في شوارع دابلن القرار دخل حيز تنفيذ يوم 10 سبتمبر ويقول أي أيرلن يحجز تذكير السفر قبل الساعة الثالثة بتوقيت المملكة المتحدة يمكنه دخول بريطانيا بشرط عليه أن يغادر يوم 8 أكتوبر قبل الساعة الثالثة مساء وعليه يحتاج المسافر إلى إتباة الحجز عند السفر وعند الوصول ترجمة نانسي قنقر